النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا قد تفطنا للآلة الإعلامية بشكل كبير جدا طبعا إحنا نتكلمه على القضية ديال الإعلام باللغة الحديثة وإلا ديك الساعة مثلا نرى كانت شعر كانت مجموعة من الأمر أنا غير أذكره مثالا لدائما يستوقفوني في مدارسة في السير النبوي لكذا القضية ديال النبي عليه الصلاة والسلام من لي عبد الله بن أبي بن سلول قال كلمته الخبيثة وصحابة أشاروا عن النبي عليه الصلاة والسلام باللغة القانون الحديثة أن يطبق في حكم الإعلام علاجت أن خيان عظمى وصب في المقدسات فجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وهذا من كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه يخرج الحية من الميت فمن لي قال لي يا نسول الله قال لي إن كنت لقد سمعت مقالة أبي وكذا وكذا قال لي فإن كنت آمرا أحدا ليقتله فأمرني أنا أن أقتله مثالة الفيصل في العقيدة بابا ولكن أدره النبي عليه الصلاة والسلام ردونه الرقاب عليه الصلاة والسلام قال لي ليش قال لي فإني لا أطيق أن أرى قاتل أبي العاطفة تغلبني ونخف لن درشي حاجة لما هيش فقال لي نبي عليه الصلاة والسلام قال لي بر أباك وكذا بعد الصحابة لما استغرب فالمسألة نبي عليه الصلاة والسلام ما شافش المسألة الحالية اللي مع أصحابه اللي تعرفهم وتحبوه وتحبهم وقال لهم حقارة الناس كلها عارفة احنا مع بعضيتنا عارفين باللي رأى هذا كرا خطأ خطأ لا يغتفر في حق النبي عليه الصلاة والسلام بسبب عدائه الدفين رأي مش خطأ دي المرة واللاجوش بسبب عدائه الدفين وإبطان الكفر احنا هذا شيء كنشوفوه عارفينه لكن الآلة الإعلامية من لغة تحرك لترويج الخبر لم تروجه بهذا الشكل أشغل بعضهم يقولون لا يتحدث الناس أن محمدا يقتلوا أصحابه شو الخبرك غيوصل الخبر غيوصل على مرة في الآلات الإعلامية آنذاك لعبت وتتبعون هذا في أول فرصة إنه يقتلوا أصحابه الآلة الإعلامية غتصورها